موسيقى السلام عليكم نشرة اخبار الاقتصاد من الميادين الى العنوي موسيقى مجموعة تحديات تواجه الحكومة السعودية الجديدة معالجتها يمكن ان تغير وجه المملكة الاقتصادي موسيقى كميات الغذاء المتوفرة في ريف حلب تتناقص والسلع المستوردة عبر تركيا تغزو الاسواق موسيقى وفي النشرة ايضا بوتين يرسم خطة لانعاش الاقتصاد الروسي تعتمد على الاحتياطيات المالية وتنمية الاسواق المحلية موسيقى اهلا بكم العهد الجديد في السعودية والحكومة المنبثقة عنه توجه مجموعة من الملفات الاقتصادية المتوارثة من عهد الى اخر معالجتها يمكن ان تغير وجه المملكة الاقتصادي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك دعا الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع الخاص وتوطين الوظائف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك وهو المعني بنسج السياسات النقدية وتأمين السيول للحكومة استفاد من ورشة عمل عقدها مركز اعداد وتطوير القادة بمعهد الادارة العامة بتعاون مع صندوق نقد الدولي ليطرح مجموعة من التحديات معالجتها تعزز اقتصاد المملكة وتحصنه في وجه تقلبات اسعار النفط ابرز التحديات سياسات الدعم التي ادت الى سوء استخدام موارد طاقة والمياه واستنزفت عام 2013 عشر في المائة من الناتج المحلي الاجمالي او ما يعادل 120 مليار دولار ملف السعود او توطين الوظائف الحكومية والخاصة سيكون مطروحا بقوة امام الوزارة الجديدة محافظ المؤسسة دعا الى وضع استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى بمشاركة فاعلة من القطاعين العام والخاص لترشيد استقدام العمال الاجنبية وتطوير برامج التعليم لتواكب حاجات سوق العمل ويبدو ان تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الانتاجية ملف لا بد من معالجته عبر تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتنويعه بعيدا عن الخدمات مع التركيز على القطاعات الانتاجية مثل قطاع الصناعة اضافة الى فك ارتباطه بالقطاع العام وفي ظل تراجع اسعار النفط وتقلص الارادات العامة لا بد من رسم استراتيجية لسد عجز الموازنة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك لم يتناول تقلص العجز بل اشار الى امكان تمويله عبر قروض محلية او تسليل جزء من احتياطيات البلاد او الاثنين معا السوق السوداء للدولار في مصر ستنتهي قريبا بهذه الكلمات اكد محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز التصدي لكل ما يضعف عملة البلاد وكان البنك المركزي قد بدأ قبل نحو اسبوعين السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيها للدولار للمرة الاولى في ستة اشهر يشار الى ان مصر تعاني من تراجع ارادات السياحة والاستثمارات الاجنبية التي تكون بالدولار عادة فضلا عن ان تحويلات المغتربين تتم عبر السوق السوداء حيث يحصلون على اسعار اعلى في اطار مساعي الحكومة العراقية لتطوير قطاع النقل السككي تسلمت الشركة العامة لسكك الحديد الدفعة الاخيرة من القطارات السريعة ذات المواصفات العالمية ضمن العقد المبرم مع شركة دي اميو الصينية المتحدث الاعلامي باسم الشركة العراقية عبدالستار محسن اشار الى تسلم نحو اربعة قطالات جديدة ذات مواصفات عالمية وسرعة عالية تتراوح ما بين 100 و120 كم في الساعة لافتا الى ان القيمة الاجمالية للمشروع تبلغ 50 مليون دولار بدأت ايران في بناء خط انابيب ثان لتصدير الغاز للعراق ما سيرفع من صادرات الغاز الايرانية خلال عامين بحسب وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء ايرنا العمل في خط الانبيب الاول سينتهي قريبا وسوف يبدأ بنقل الغاز الى العراق بحلول شهر ايار مايو المقبل ويهدف المشروع الى تصدير اربعة ملايين متر مكعب من الغاز لبغداد يوميا على ان يصل مستقبلا الى 25 مليون كل يوم اكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ان استراتيجية وزارته لا تنحصر بزيادة طاقات البلاد الانتاجية في مجالي النفط والغاز مبينا ان الخطط هي زيادة الاستثمار في مجالي التكرير والبترو كيمويات عبد المهدي اعتبر ان انتاج العراق سيصل الى اربعة ملايين برميل يوميا وهو انتاج تاريخي بحسب تعبيره وذلك لتعويض خسائر هبوط اسعار الخام متوقعا ان يكون حجم الصادرات بمعدل ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف برميل كل يوم ومؤكدا ان العراق يدعم تطوير حقول محافظة كاركوك كاركوك تستطيع ببساطة ان تنتج ثمانمائة الف برميل ستمائة الف برميل كانت تنتجها والان مع تطوير هذه الحقول صيانتها ممكن الوصول الى ثمانمائة الف برميل نأمل بالتعاون بين الوزارة والمحافظة والاقليم سوية نستطيع ان نقوم بعمل مشترك فيه منفعة الجميع خلاف ذلك الانقسام والخلافات يؤدي الى خسارة الجميع شهدت الاسواق السورية مع بداية الاسبوع الحالي ارتفاعا في اسعار العديد من المواد الغذائية والتموينية بعد تطبيق تعرفة اسعار المزوت والغاز الجديدة وتروحت نسبة الزيادة ما بين 20 الى 30% بعض المواطنين قام بمقاطعة بعض السلاع التي ارتفعت اسعارها بطريقة كبيرة ولافتة وذلك نتيجة لرفع سعر صرف الليرة السورية كما ان ارتفاع اسعار المزوت والغاز انعكس بدوره على حركة النقل والمواصلات دوما في سوريا حيث تتنقص كميات الغذاء المتوافرة في ريف حلب فيما تغزو الاسواق سلع مستوردة عبر تركيا الدجاج المجمد ابرزها حيث يستهلكه اهل المنطقة بسبب اسعارها المنخفضة بالرغم من المخاوف المتعلقة بصلاحيته وطرق تخزينه هذا الدجاج المجمد اتم من امريكا هكذا تشر الملصقات على الصناديق التي ينقل فيها والتي تظهر ان قطع الدجاج هذه مخصصة للتصدير في منطقة ريف حلب يباع الكيلو منها بسعر لا يتعدى دولارا واربع دولار في وقتا يصل سعر الدجاج الطازج المحلي الى ثلاثة دولارات الشركة التي تنتجها اسمها كوش فوتس بحث بسيط على الانترنت يظهر انها شركة امريكية مقرها ميسيسيبي وتمتلك مزارع لها في تركيا لكن الملصقات على العلب تظهر ان هذا الدجاج منتج في امريكا وليس في تركيا ما يطرح العديد من التساؤلات المتعلقة بكيفية وصوله الى تركيا ثم الى الاراضي السورية اسعار الدجاج المجمد في الولايات المتحدة يفوق اسعار السلع الواصلة الى سوريا مع اكلاف الشحن وبالتالي يبدو ان هناك حلقة مفقودة في هذا الاطار اضافة الى عدم معرفة اهل المنطقة هل تطابق وسائل النقل والتخزين الشروط الصحية؟ في ظل الازمة الخانقة التي يعاني منها سكان المنطقة لا يجدون حرجا في شراء هذا الدجاج المجمد هم يفضلون استخدام المنتج محليا لكن الازمة ارخط ظلالها لاشد قصوة عليهم واجبرتهم على مر الامور توقع البنك المركزي التونسي ان يحقق اقتصاد البلاد نموا بثلاثة في المائة طوال العام الجاري مقابل اثنين ونصف في المائة حققها العام الماضي النسبة المتوقعة تبقى متواضعة بحسب وصف المركزي التونسي بالنظر الى حجم التحديات المتعلقة واللسيما بدفع الاستثمار والتشغيل وتحتاج تونس بحسب مؤسسات مالية دولية الى تحقيق نمو بنسبة خمسة في المائة على الاقل للحد من نسب البطالة المرتفعة اضافة الى ترشيد الاستهلاك وتطوير قطاعات الانتاج الى المغرب الذي اعلن عن خطة عمل لدعم القطاع السياحي الحيوي لاقتصاده بقيمة عشرة ملايين يورو بهدف تعزيز السياحة ولسيما بعد تراجع الحجزات الكبيرة من فرنسا اثر الهجمات على صحيفة شارلي ابدو ومع نحو مليوني زائر سنويا يشكل الفرنسيون طليعة زوار المغرب حيث يمثل قطاع السياحة نحو عشرة في المائة من اجمالي الناتج الداخلي للبلاد وكانت الرباط قد احتجت قبل شهرين على قرار باريس بنشر لائحة من اربعين بلدا بينها المغرب حيث دعت مواطنيها الى الحذر في تنقلاتهم قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الاولوية لمشاريع الاستثمارات الوطنية الكبرى عن طريق الاعتماد على صندوق الرفاه الوطني الروسي مؤكدا ان احتياطيات الصندوق تبلغ اكثر من 66 مليار و500 مليون دولار واستطعت موسكو ان توفر التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الرامية الى مواجهة الازمة الاقتصادية كما حددت الحكومة بعض الاجراءات لمواجهة الازمة خطة تشمل استبدال الصادرات النفطية بتصدير المنتجات التكنولوجية المتقدمة ودعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة وخلق الفرص لجذب الاستثمارات الاجتبية وتعويض الانفاق الاضافي للأسر بسبب تدخم الاسعار اوقفت المجموعة الامريكية النشطة في مجال النفط شيفرون استغلال الغاز الصخري في بولندا وذلك في اطار خفض الاستثمارات ومواجهة تراجع اسعار النفط واكدت المجموعة النفطية انها لن تستثمر سوى 35 مليار دولار في مشاريع الاستغلال النفطي هذا العام اي بتراجع النسبة 13% عن العام الماضي بسبب تراجع الربح الصافي في ظل انخفاض اسعار النفط اكد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر انه مستعد للحوار مع اليونان لكنه يرفض تغيير كل شيء في اوروبا لارضاء اليونانيين كلام يونكر جاء قبيل لقائه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس المناهد لسياسة التقشف وقال يونكر ان ارضاء اليونان يستوجب تعديل سياسات المفوضية الاوروبية في بعض المجالات ولكن الامر لن يحصل بسبب نتائج انتخابات تتوافق ورغبات البعض من جهتها قالت المستشارة الالمانية انجرالا ماركل ان اصرار الحكومة اليونانية على رفض الاتفاقات السابقة مع الاتحاد الاوروبي يلين تدريجيا والاتحاد ينتظر المخترحات اليونانية الجديدة لبحثها من الواضح ان اليونان ما زالت عند موقفها الرافض لسياسات التقشف وهذا امر مبرر نظرا الى السرعة التي بأشرت فيها الحكومة الجديدة وعملها الاتحاد الاوروبي بانتظار مقترحات الحكومة لبدء التفاوض بشأنها وافضل عدم التعليق او الكشف عن التفاصيل التي ما زالت قيد الدرس في الخبر الاخير بعد مرور نحو اربعة اعوام على بدء التقشف الصارم في اليونان كشفت دراسة متخصصة ان نسبة الانتحار قفزت بنسبة 35.5% عام 2011 بعد البدء بتطبيق سياسة التقشف الدراسة المشتركة بين مركز امريكي واخر يوناني اشارت الى ان سوء الوضع المليء يبدو السبب الرئيس للانتحار وقالت ان الاحصاءات منذ سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم تؤكدوا ان اغدام المواطنين على الانتحار يزيد كل مساءة اوضاعهم الاقتصادية هذه الظاهرة لم تقتصر على اثنى وحدها بل وصلت الى اسبانيا التي شهدت زيادة في نسب الانتحار نسبتها 3% مع بدي ازمتها المالية منذ سبع سنوات هذا كل ما لدينا من اخبار في الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة كالعادة المايدين دوت نت للمزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة